اهلا وسهلا صحاباتي كيدا يرين لبس عليكم واغبرات انا اغبرت عليكم صحيح لي بزاف والبنات غيري مع ظروف الحياة اجري من هنا اجري من اللعين الحمد لله لكل شي كيدا يرين لبس عليكم كنت ابدأ هذا الفيديو يتلقيكم باخير وعلى خير شكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات الاخرين شكرا انت يفروحوني التعليق ديالكم بزاف ومليسا نشوف شي بنتاك جديدة جاتا نفرح سنفرح بزاف ولكن فرح البنات من قلبي شكرا لكم بزاف لأي وحدة تتكتب ليها التعليق زوين اي وحدة تدعي معي يولا كدعي معا ولدي شكرا لكم بزاف اللبنات فهذا الفيديو ان شاء الله جد الحل لبنات زوين زوين بزاف اللبنات اللي عندهم من مشكلة في الصدر يعني عندهم الصدر اما مسراهل ولا صغير مقبلين على الزواج عارفة ان بزاف ديال ابنو ستتابة مقبلين على الزواج في هذا الصيف ولا اي وحدة هكا بغا تغيطها لب راسها بغا تدعيها بصحتها هذا الحل هذا البنات زوين زوين بزاف شحال هذي الفيديوهات اللي كتشوفو عندي في القناة ايلا حطيت شي وصفة للصدر سوى هذيك حبة حلاوة اللي تتشربها نتيجة زوين بزاف او للمساجات اللي تنعطي كان واحد المساج جيل الفازلين كان المساج بزيت الزيتون اغلبية تنهضر على المساج وكان هضر على حبة حلاوة وكان هضر على الرياضة اللي تتشرب تستدر حط الحواج اللي تتكبر وستدر هما هذو البنات مؤخرا البنات تطاحت في واحد الفيديو الاجاني قناة اجنبية واحد القناة كذلك مصرية ما يحقق بشي بالطبس على اسمية للبنت اما نقول عليكم ما شو تصمته الفيديو الاجاني انا دبا كانت شجرة مانكش لي ان نخرج داني نقلب اام تنتقلب لقيت اسمية ديال واحد العشبة هذي العشبة هذي مكيناش نهائيا عشبة تتكون في تايلوند في انت يزرعوها وكتنبت تمه هاد العشبة هادي تديرها كمساحق كمسحوق كيتزباع وكتكون كذلك كبسولات وكتكون كذلك ككريم هاد العشبة هادي سبحان الله داير فيها الله هادي عشبة لبنات اسميتها برو باريا نقدر ما ننطقش ان اسميتها مزيان راشي حاجة عادية لاحقاش اسميتها كما قلت لكم اراها في تايلوند تايلوندية سوف نستبها لكم حنايا ونخليها لكم بالعربية ونخليها لكم كذلك بالفرنسي باش تنتم ما تمشيوا تقلبوا عليها وتشوفوا فيديوه دي الناس يسي هضروا عليها هاد العشبة لبنات راخت طايرة بزافة كبيرة ديها في الصدر انا براسة تضمت من نسائي اللي لقيس تب نسبة النساء اللي كانوا مرضوا وعدمت تراهولات في الصدر وعندكم الصدر شوية موقش في المكان ديالو ولم ترحل هاد العشبة هادية لبنات راح تستعطيكم واحد نتائج زوينة اللي عجبني بزاف وعلشان اتشجعت واجدت هاد الفيديو هي ان التوقيت ديال هاد الوصفة ما كيطلبش واحد الوقت كتير يعني كاينين سبحان الله لبنات اللي علاء وسبوع اللولت تبدأ تبنيهم واحد نتيجة زوينة بزاف واحد نتيجة اللي واو وقع ترحنا يمزيان قدي تقول لي كاوتر فين غادي ناخدو هاد العشبة هادي هي قدرسي الاصل ديالها من تايلوند يعني ما كينا من متوفرش هنا في المغرب متافقة معاكم ما متوفرش هنا في المغرب ولكن اللي بنات راح تتباع كتباع شطولو للناس يسيبعو هاد في حال هاد الشي في الانستغرام اه الناس يسيبعو فحال هاد تقرب يقرقيني الناس بزاف في الانستغرام اللي بنات وانا دا بك نقلب حيث قلت لكم قبيلة ما رشوش كينا في جوميا انا دا بك نقلب لقيت هاد البنات في جوميا كيما شفتوا هايا الصورة غا نحط عليكم هنايا ملي جيت نقلب التحت زعمة وشنيت هي العشبة هايا مكتوبة هنايا كيما كتشوفو اه وخا كتبين عليها هاد الشي دي المعرس ايدمان ما ايدمان حيث هذا البنات كتاخد كذلك تماشروق اه لناس اللي بغين يعالجوا راسهم من الادمان ولا عندهم الاجهاد بزاف حيث هي كتصع طي تطاقة للجسم اه المهمة لبنات بالنسبة للعلي اكسبريس نحط لكم صورته هنايا هايا هايا راكن انت كريمات ولكن الكريمات معارسة البنات حيث زماء انا كنهضر من ذاك شي كما قلت لكم اللي قلبت عليه باش يكون المصداقية والشفافية في هذا الفيديو راني ما مجربهاش هالبناس والحمد لله لما لك الحمد زي ما أنا ما عارس ما محتاجهاش الحمد لله البنات اللي عندهم كان هدرا مع البنات اللي عندهم صدر صغير بزاف رهادي مجربين هالناس بزاف 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 دخلوا قلبوا عليها يعني أنا ما مبزاش عليكم شي حاجة ركن عطي المعلومة وانتم ولكم واسع النظر سير يقلب يبحثي شوفي اللي يناسبك لصحتك ديري أنا غير كنعطيكم المعلومة وذك شي اللي عارفها لبنات إن شاء الله قريب غادي كما قلت لكم غادي نعرف بعدها هاد المشكلة هادي واش مازالة في المغرب ديال هاد الشي ديال ديال التقضية في الانترنت واش غادي يحب سوريا ولله غادي نضمونضي عليها إن شاء الله في علي إكسبريس وغادي نجيبها ولا نضمونضي عليها غيف جومي جومي هنا عندنا قريبة يعني هي ما فيهاش الحمد لله تشفي ما شاكولي شي حاجة وغادي نرجع ندليكم عليها فيديو وغا نجربها أنا شخصيا وكنت حداكم يا لبنات غا نجربها إن شاء الله أنا شخصيا ونرجع إن شاء الله ندليكم فيديو آخر على هاد الفيديو علاش أن هادرتم زروب حيث صراحة المعلومة ما بغيتش نخليها لي غير راسي أنا اللي تضروري نفيد بها الأخوات ديالي تاهمة لحقاش بزافة لبنات اللي ما عارفينش هاد القضية هادي أراها بزاف عارسي راهم اللي دخلت للفيديوهات ديال الأجانب مني شفت أنا الأجانب تاهمات يستعملوها استغيرة بزافة لبنات لقيت دايلين عليها فيديوهات إذا هادروا عليها دخلوا اللي بنات وقلبوا على راسكو طريقة الاستعمال ديال لها البنات إن شاء الله نجيبها إن شاء الله هم جربا وغادي نقول لكم بالنسبة للمعلومات اللي قلبت على طريقة الاستعمال ديالها كلي كي خلطها مع فاضلين والماء وورد كتشكل لكم على واحد شكل كريمة تديروها في شبواطة وكتستخدموها من الليل الليل إن شاء الله هاد شي كامل غنطرقوا عليه إن شاء الله لنجربها ونقول لكم بالنسبة للكبسولات ركينينا لبنات كبسولات ديالها نفحل كبسولات ديال الشعر اللي كتشوفوا في إشارة ديال الشعر هذه الكبسولة ومعروفة طريقة استعمال ديالها كتتاخدوا واحدة في النهار وبنسبة الكريمات اللي كيكونوا خاصة بهذه العشبة بالنسبة لأي كريم اللي كنتوه وفيها هذه العشبة هذه في مكونات ديال الكريم مكتكونش 100% يعني 100% فيها هذه العشبة كتكون 51% مواد أخرى و50% كتكون فيها هذه العشبة تلك الكريم اللي لقيتوه راهم زيان خودوه غير غير انتو ما يلابغيتو تشريوش حاجة تأكدوا منها بالخصوصي لكن انتو ما بغيتو تاخدو البودر يعني المسحوق كامل بلتاشي حاجة ما مخلط معتاشي حاجة شوفوا قرار مكونات وعرفوا واش هي نيز اولا لا فحل مثلا هذا ديال قرارتكم ديال الجميع عودوا قلبوا يعني مش مشوا تشريو غير هكك وما يصدقش لكم هو ضروري قلبوا وشوفوا وبالمناسبة هذا ماشي اشهار الشي سيت ولا البرودو ما كان دلتيش حاجة لبناس كم عارفين اصلا راغي من قناتي باينة مكرهنش صراحة مكرهنش صراحة شي اشهر ولكن شي اشهر المتابعات ديالي ليستحقوه ووعدهومش نتيجة زوينة وشي حاجة اللي زوينا مكرهناش يكون شي اشهر زوين كما قلت لكم قناتي اصلا ضعيفة يعني انا شكو اللي غديزة ما عيت لي على شي اشهار ولا شي حاجة وانا ما عديش بزفة المتابعين مهم عدي غانو اقتشرت ليها وصافي باش ما يجينيش تعليق فالله قد تعذره لا حيتكدري لي اشهار لا شي حاجة احنا ان شاء الله قائل جونا اشهارات منديروهم غير الحواج اللي يستحقو مهمة لبناس معلينا هاد الشي اللي بغيت اعنا نقول بالنسبة لهاد الاشباه هادية شيروا ودخلوا وقلبوا اقرأوا لا خاطركم وكتبوا لي في تعليق تنتم مع الرأي دي لكم فالشي اللي شكو ان شاء الله في الفيديو الجاية طالب لي افرسكم بزاف اسلام عليكم